موسيقى جعنا لكم وفقرتنا الأولى من حلقتنا الخاصة أكيد مفيش حد يخفى عليه اللي بيتعرض لي مجلس إدارة النادي الأهلي من تجاوزات واضحة على مدار الفترات الأخيرة النادي الأهلي بمنهجيته ومؤسسيته لجأ لكل الطرق الشرعية ولكن أحيانا بيفصر السكوت من البعض على إنه ضعف الأهلي عمره مكان ضعيف ولما بنتكلم بنرد بمنهج الأهلي وبطريقة مختلفة تماما عن اللي بيحاول يطعم في الزمم والأعراض والشرف النادي الأهلي أصدر بيان مبارح وجهه للاتحاد الكرة بيقول فيه أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم خطابة للاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك ولم يتم البدء أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة هي دي قصة وهي دي طريقة النادي الأهلي النادي الأهلي لجأ الاتحاد الكرة في أكثر من مرة وبأكثر من شكوى عن تجاوزات طالت حتى أعضاء اتحاد الكرة نفسهم وشوفنا يا أحمد رئيس اتحاد الكرة نفسه بيتعرض لتجاوزات واتهامات طول الوقت موقف المفروض يتاخد تضامني ويتصعد اتحاد الكرة اللي يقوله أكبر من فكرة أن أنا أخسر البعض من الجمهور عشان خاطر صراع مع رئيس نادي الزمالك وده اللي احنا بنقف عنده اتحاد الكرة لازم يتحمل مسؤولياته والأهم يا أحمد لجوء الأهلي للطرق الشرعية لحفظ حقوقه انت قلت نقطة مهمة جدا وهي أن الأستاذ عمر الجنيني بنفسه تم التطاول عليه وما قدرش ياخد أي حق من حقوقه بالظبط من حقك أستاذ عمر الجنيني فرط في أي حق من حقوقك ده موضوع يخصك وشأنك وشأن اتحاد الكرة لكن حقوق النادي الأهلي النادي الأهلي بيقدم شكوى واضحة وصريحة حتى الآن لم يتم التحقيق النادي الأهلي مبارح أرسل الخطاب مستنين الرد ليه ما تمش التحقيق مع رئيس نادي الزمالك وليه لم يتم البد في شكاوي النادي الأهلي لو مش قادر تاخد قرار يعيد لكرة القدم وللمنظومة الرياضية الضوابط الأخلاقية استقيد أنت أستاذ عمر الجنيني طلعت قبل كده وقلت أنا لو ما قدرتش أعمل كذا وكذا وكذا هقول سلام عليكم احنا بنقول لحضرتك لو مش قادر تعمل كده قول سلام عليكم تفرط في حقك ده موضوع يخصك لكن حق النادي الأهلي لأن النادي الأهلي لو ما جاش رد من اتحاد الكرة ولا من اللجنة المنبية من حق النادي الأهلي التصعيد بشكل قانوني حتى يتم رضع رئيس نادي الزمالك عشان نعيد للمنظومة الرياضية الأخلاق اللي بالفعل بدأنا نفتقدها وبدأنا نودي رسائل كتير جدا للشباب أي نموذج هو الأصلح؟ أي نموذج هو للمفروض نتبعه؟ النموذج اللي بيطالب بتطبيق القانون واللوايح في التزام وتحمل مسئوليات وتجاه قيم المجتمع؟ وإلا النموذج اللي طالع بالصوت العالي يتطاول ويخوت في أعراض كل حد ضده أو حتى معاه وبس قال رأي مخالف لرأيه دي رسالة الاتحاد الكرة ورسالة اللجنة الأنبية نتمنى الرد عليها وإلا النادي الأهلي يجأ للتصعيد ويقدر يجيب حقوقه بكل طرق الممكنة شكرا للمشاهدة